شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن هناك توجهة من رئيس سيسي بتنفيذ مسار تنموي متطور ومتكامل لتنمية سيناء وخلال زيارته لمحافظة شمال سيناء تفقد مدبولي أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدان وتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد التي تستهدف تغذية مدينتي الشيخ زويد ورفح بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء وحدتين غازيتين ومحطة تحلية المياه بالعريش كما شملت الجولة تفقد عدد من أعمال التطوير من بينها مستشفى العريش العام تطوير ميناء العريش إضافة إلى تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش وذلك قبل أيام من عودة انتظام العمل بها بدءا من 28 من يناير الجاري وتفقد مدبولي سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بجامعة العريش